هو إلى ألمانيا حيث شارك عدد من المسلمين هناك بمسيرة منظمة عبر أصحابها عن حزنهم بيوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام رفع فيها المشاركون يافطات بينت للشعوب الغربية ما قدمه الإمام الحسين عليه السلام من تضحيات كبرى أسهمت في المحافظة على كرامة الإسلام دين السماحة والسلام مثلما انتصر الدم على السيف في ملحمة الطف الخالدة انتصر هنا إيمان وإصرار المؤمنين على مغريات الحياة وملذاتها حيث احتفظ الموالون لآل بيت رسول الله صلوات الله عليهم بعقائدهم وشعائرهم التي طالما تهافتوا على ترسيخها من خلال إقامة مجالس للعزاء تجمعهم وأهلهم بجنسيات أخرى هنا في ألمانيا نحن في ألمانيا نجدد العهد مع الحسين ونزور المواكب وكل مواكب يزور المواكب الآخر لتعزيز الأخوة ولتعزيز الأواصر ولإبطاء ذكر الحسين عليه السلام يلتقي الموالون في هذه المناسبات ببعضهم مجسدين ملحمة الإخلاص لنبيهم وآله عليهم السلام ليعيشوا أجواء من المواساة واللوعة ممزوجة بروح التآخي والمحبة التي حرصوا على ديمومتها في المهجر جاعلين من مجالسهم كلف سيفساء التي سعوا لبنائها وإغنائها بكل ما يقربهم لله سبحانه وتعالى نحن عادة صعب هنا نجمع من كل أوروبا بس في حب إمام الحسين عليه السلام جايين كلهم من كل أوروبا لنجمع لنعزيه لنتذكر إمام حسين عليه السلام مين هو لنحكي قصته لنستفيد من بعض مصاعب الحياة وبعد المسافات والطقس البارد لم تثنهم عن التواصل ورص الصف مع بعضهم ليكونوا نموذجا لأبنائهم في أن الحرارة في قلوبهم لن تنطفئ أبدا لقناة كربلاء الفضائية كوثر عباس المال